اشتركوا في القناة اغلق خامو برينت في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بمقدار دولارين وخمسة واربعين سنة ليصل الى خمسة وثمانين دولارا وواحد وتسعين سنة للبرميل واسجل مكاسب اسبوعية بلغت نحو ثلاثة بالمئة اغلق خامو غرب تيكساس الوسيط الامريكي في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بمقدار دولار وستة وثمانين سنة ليصل الى ثمانين دولارا وستة وعشرين سنة للبرميل شهدت اسواق ديالا رواجا كبيرا للمحاصيل الزراعية المستوردة من كردستان العراق بسبب تناقص وقلة المحاصيل المحلية في فصل الشتاء واكدت مصادر محلية في ديالا ان جميع الباعة والمحال التجارية اتجهت الى مناطق قضاء كار في محافظة سليمانية شمالية العراق لجلب المحاصيل المستوردة باسعار ملائمة موضحة ان ارتفاع اسعار محاصيل البادنجان والبطيخ والرق يعود الى قيود منعها من العبور خارج حدود كلار وكردستان العراق اعلنت هيئة الاحصاء التركية ان العراق جاء ثالثا كاكبر مستورد من تركيا في شهر تشرين الثاني الماضي وقالت الهيئة ان صادرات تركيا لشهر تشرين الثاني بلغت واحدا وعشرين مليارا وتسعة مئة مليون دولار وسجلة ارتفاعا بنسبة بلغت اكثر من الثين بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الفين وواحد وعشرين الماضي مشيرة الى ان العراق جاء ثالثا في استيراد الصادرات التركية بين دول العالم خلال شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة مليار وثلاثمائة ومليوني دولار سجل الدولار الامريكي افضل اداء سنويا لها منذ عام الفين وخمسة عشر في اخر يوم لالتداول في العام وسجل الدولار مكاسب سنوية بنحو ثمانية بالمئة مقابل سلة من العمولات وهي اكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة باربعمائة وخمس وعشرين نقطة اساس منذ شهر اذار في محاولة للحد من ارتفاع التضخم توقع استطلاع نجرته وكالة رويترزة دولة برميل النفط بسعر دون مئة دولار خلال عام الفين وثلاثة وعشرين توقع استطلاع شمل ثلاثين من الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برينت تسعة وثمانين دولارا وسبعة وثلاثين سنة في عام الفين وثلاثة وعشرين ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي إلى أربعة وثمانين دولارا واربعة وثمانين سنة في عام الفين وثلاثة وعشرين مقابل نحو سبعة وثمانين دولارا في العام السابق والآن هذه انتقال سريعة ومشاهدين الكرام لأسعار صرف العمولات الأجنبية وأسعار المعادن موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة